في حديثة الإفك دخلت مرأة من الأنصار على السيدة عائشة فبكت معاه ولم تتكلم عملتي بس كل اللي عملته قاعد كم السيدة عائشة تبكي فكانت السيدة عائشة لا تنسى لها ذلك إذن الفضل هو أن أنت تعمل حاجة جاية من قيمك وأخلاقك مش جاية من القانون ولا جاية من الضوابط ولكن جاية من ماذا؟ جاية من الحب جاية من أنك أنت حاسس أن فلان دا يستحقق كتير قوي 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 فنقدر نعرف أن الفضل الفضل دوت حاجة بتتزرع في القلب ما تتنسيش أبدا وكل فضل بتقوم بي مش بيضيع سواء في حالتك الزوجية أو في حياة الناس فهو هتقوله أنه مش ملزم هو هايقول للزوج أنه هو مش ملزم أو هي هتقوله أنه أنا مش ملزمة أو لو عملت لو عملت له دا أو عملت لها دا هيتمرع أو تتمرع فالعلاقات الإنسانية عموما والزواجية خصوصا مبنها الفضل مش الحقوق والواجبات الحقوق والواجبات دي دي أدنى الدرجات لذلك ربنا وصنا في العلاقات الزوجية بوصيها مهمة جدا 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 وقال ولا تنسوا الفضل بينكم في حديث أم زرع بيباني قوي حكاية الفضل ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار العلاقة ما بين أبي زرع وأم زرع إنها بتقول فبجحني لنفسي حتى تبجحت دلعني لغاية ما بالتعبير المصر كده تتمرعت فضل أبو بالضبط كده أبو زرع عمل إيه؟ دلعها تعامل معها بالفضل فإيه اللي حصل؟ ففضل الشيلاله ده إيه اللي حصل؟ فأنا سمنحولين يداي دلعني وسع علي ما قالش بس أنت ليكي هدمة واحدة وليكي أكلة واحدة وليكي خروجة واحدة لا 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 عايز سعيدها يحسسها بالأمان يحسسها بالروح فإيه اللي حصل؟ فالرسول اللي قال لي سيدة عائشة كنت لكي كأبي زرع لوم زرع فإحنا تعلمنا أن الرسول اللي بيقول إن مبنى الزواج على هذه المعارة العبقرية في جلب السعادة الزوجية اللي هي مهارة إيه؟ استثمار الفضل الزواجي لأن لو عاش الزوجين بالحقوق والواجبات فقط هتكون حياتهم جفة فلو زوج قال أنا مش ملزم ولو زوج قالت إن أنا مش ملزمة إن أنا نطبخ له ونضف بيت الزوجية هو هيقول أنه مش ملزم على فكرة بيعلاجها ولا دفع نفقات الحج فتخيلوا معايا كده لو كل واحد فيهم قال أنا هقوم بواجباتي بس وما ليش دعوا بالفضل الحياة مش هيبقى فيها عشرة حصلة ويرجع الراجل ما يلاقيش أكل ولا بيت نضيف وإيه اللي حصل؟ وتمرد الزوج والعيز بالله فيقول لها روحي لأهلك يعالجوكي أنا واختك سليمة فتفضلي سليمة أعوذ بالله على دي حياة زوجية ولذلك الفضل ده هو اللي بيحسس البناء أدم اللي هو إنسان يحسس الزوجين إن هم بتعاملوا مع بعض على إن هم بناء أدمين وعشان كده ده ده اللي بيجري بالمواد ده والرحمة والسكينة ما بين الزوجين وعشان كده لما نيجي نتكلم عن الزوجين إزاي يديروا الفضل بينهم ويستثمروه لازم يتعلموا بعض المهارات أول حاجة لازم يتعلموا في المهارة دي إن يلتزم كل واحد منهم بمعايير الفضل اللي إيه معايير الفضل إن ما يفعلش حاجة قبل ما أعمل حاجة لزوجتي يا دي فيها رحمة ولا لا يا دي فيها خير ولا لا خير يعني فيه زيادة من الحالة أحسن ولا لا وفيها جمال ولا لا يعني جميلة ولا لا يبقى قبل ما بعمل أي حاجة مع زوجتي أعرضها على الثلاث موازين دي قبل ما أعمل أي حاجة مع زوجي الكلمة هقوله الكلمة دي الكلمة دي فيها رحمة ولا لا ما أكرر الرجالة بيعملوا كده لا 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 يبدو إن هي ما فيهاش رحمة لو قلتوله ربنا يساعدك ويجعل ده في ميزان حسناتك وربنا يبارك لك آه ده فيه كلام فيه رحمة يبقى أيزا يبقى أول حاجة أعرض الأمر ده أي فعل أنا بفعله على المعايير الثلاثة دولة ده أنا عايزة أبقى إيه من أهل الفضل الرحمة والخير والجمال تاني حاجة لازم أتعود ما أسميه أنا ديمومة الشكر والامتنان في بعض الناس يعملوا الشكر كده ما ما يبقاش مهارة الشكر والامتنان ما ما يبقاش مهارة أعمله مرة اتنين لكن لازم أداوم على الشكر والامتنان على الصغير قبل الكبير تعرفوا إحنا لما بنيجي نتكلم مع الزوجين في حاجات كتيرة جدا 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 بيحل بيكون حل المشكلة هو الامتنان شوف سيدنا عمر وهو بيمتنل زوجته وهو الراجل جاي بيقول له ده بترفع صوته عليك قاله السيام ربيها لابني ومعاملها لأكلي ومنظفها لتوبي يا سلام على الامتنان لو السيدة فاطمة زوجة سيدنا عمر رضي الله عنهما لما تسمع الكلام ده سيدنا عمر بيقوله يا سلام ده يبقى حبيبها والنور عينيها عشان بيمتنلها فلابد أنك تشكر شريك حياتك عشان يعرف أن أنت مقدره يعرف أنه هو أنه هو مالي عنيك يعرف وخاصة الستات لما زوجها يمتنل إليها النور اللي عندها تهبط ده شايفني مش أن أنا بعمل وهو مش شايفني لأ تحس أنه هو شايفها وتحس أنه إيه أنه هي حاجة مهمة في حياته فساعدتها يتملي قلبها بالطمأنينة وهو يحس أن جهده كله ما ترماش في الله ويحس أن أبواب السعادة مفتوحة ليه عشان كده حاول دايما تفتكر المواقف الكويسة لشريك حياتك وتتعامل بيها معاه عتلاقي لسانك على طول سهلة عليه أنه هو يمتن لأن فيه ناس كتير اللسانهم معقود مش عارفين يمتنوا ليه؟ مش فاكرين غير الوحش موسيقى